اشتركوا في القناة لأزايد عضو مجلس الشورى أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم تدعم الجهود الدولية والتعاون والتنسيق بين الدول العالم فيما يتعلق بكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالجوانب الإنسانية مشيرة إلى أن المملكة ترتكز على أسس ومبادئ الدستور ومثاق العمل الوطني عند الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية مؤكدة بأن مملكة البحرين عرف عنها على مر التاريخ دعمها ومساندتها للسلام والأمن والتعايش والتسامح من جانبه قدم الأمير مرعد بن رعد شرحا تفصليا حول اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام والمضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام وهدف وألية عمل الاتفاقية مشيرا إلى أن عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية وانضمت إليها بلغ نحو 164 دولة ترجمة نانسي قنقر